اشتركوا في القناة كيف وصلنا؟ ما أدريش كيف وصلنا؟ أكيد بفضل الله سبحانه وتعالى وفضلكم أنتم يا أجمل وأروع متابعي وبهادي المناسبة بعملكم هذا المقطع الخفيف إيش هذا المقطع؟ ما ندريش كل الذي أعرفه أنه بننزل للمدينة وبنشتري لكم هدية خلوكم معاك بسم الله أول شي بنشتري السلام عليكم قبل خمس كيف حالك؟ أيوة يعني الشغل مش عايد الباعد يشتغل لأني أعتبر نفسها استمرأة يشتي أي حالة هااااا ماهو ماهو ليش يشتغل ليش؟ يشتغل لأني اشتي بيت اشتي مرأة يعني الواحد يشتغل عشان يشتي مرأة ويشتي بيت ويشرف على أخوانه؟ أيوة ما شاء الله حلو يلا حلو شي مرأة مبدرين؟ أيوة لأني أكبر عدنا شوية أي بس تجمع المهر ها؟ أيوة يلا تمام الله عنك هذا معك شكرا الله السلام عليكم تعال تعال ما شاء الله وبرك الله كيف تمسكوا هذه؟ الشبكة شبكة؟ يعني تجي شبك ذوي بوضع كذا ويجي فيه يعني فأر فأر؟ أيوة يعني يحطوا فأر وهم بيجيوا يأكل الفأر هذا؟ أحطوا لهم خارج فوقا للشبكة ما شاء الله أيوة طيب ربط لي ذول الاثنين بقى نعمل بهذه كبسة ما شاء الله تبارك الله زوج عصافير حلوة أشوفها الآن السلام عليكم سلام تعال تعال ما شاء الله ما شاء الله شوف هيبة المنظر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الزوجين الاولى اللي اشتريناهم طرحناهم في نفس القفص واشترينا ايضا هذا الجمال بكله معانا ما شاء الله تبارك الله شوف بكم ذا هذا الشاهين بني اسمع عن الشاهين هذا هو الشاهين بنحط الشاهين بالخلف لانه شوية عاصي والدين واحتمال يهرب كله في عصور لحاله ما بيش معه رفيك اخر فبنشتريها الان ايضا اشتريناها ايضا صراحة هذا افضل واشيك نوع ما شاء الله بهذه المناسبة اشتريناها هذه الطيور كلها وبنعمل عزومة ونذبح هذه الطيور ونعمل احلا كبسة ومرك خلوكم معنا وجبة الطيور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مساء الخير بان ابدأ بهذه الطيور ان شاء الله طبعا الصياد الصياد اللي بيصطاد هذه الطيور بيخرب بيض هذه الطيور عشان يصطادهم مع الاسف يعني طبعا الصبع هذه الطيور. البعض بيشتري هذه الطيور ويظن انها سقور. لكن في الحقيقة في اتهامة اسمها شبوط. ايش تعمل حياة بالنسبة لهذا الطير اذا اكلته افضل اكل وشربته في المقابل بيكون محبوس في قفص. ايش الفائدة من الاجنحة اللي خلقها الله سبحانه وتعالى لهذا الطير وهو مش قادر يجربها ويطير. طير طير. الان اخر اثنين طيور معانا في هذه المجموعة. هذا الطير اسمه الشغاغ في اتهامة. ما شاء الله عندها لون جميل وعندها آآ ريشتين طويلة بتشكل ذيل حلو جدا ورائع ما شاء الله. الان معانا اخر طير. هذا الطير هم بيبيعوا على اساس النشاهين. لكن في الحقيقة هذا في اتهامة يسمى الجون. الجون طيور خلق الله سبحانه وتعالى وجعل لها روح. وجعلها طيور تطير في هذا الكون الفسيح. فمش من نظام حياتها بانها تكون موجودة في هذا الاكفار. الشيء الثاني اذا كنت اشتريتهم عشان المنظر او فالله الغني عنهم. في اشياء كثيرة ممكن تعوضك عن جمال هذه الطيور وعن منظر هذه الطيور شواء كانت سوار كانت العاب كانت اي اشياء جميلة. واذا انت اشتريتهم لاطفالك فياليت انه بتعوضهم باشياء غير هذه الطيور. للاغلب ما يمسكوا هذه الطيور الا بعد ما يقتلوا اطفالها او البيض تبعها. في الحقيقة وانت نازل في خط اتهامة بتحصل اشخاص كثير يبيعوا مثل هذه الطيور. هم يسترزقوا منها. فاشتري منهم. بس في المقابل خليها ترجع تطير في اشتركوا في القناة